السلام عليكم زيادكم وهلا بكم في فيديو جديد اللي هنتكلم فيه عن شاشة جديدة سمارت من شركة هنستعرض مواصفاتها وكذلك مميزاتها وفيه غلطة او حاجة دقيقتني شفتها مستفى الزاوي هولك عليها ولكن قبل نتكلم فيها حاجة هفقارك باللايك اشترك في القناة اتفاقي لك جرس اهم اهم عشان دراس تمروا عشان تعمل معي كل جديد الشاشة هنتكلم عليها رقم الموديل بتاعها عشان لو حبيت تجيبها هنتكلم من الشمال اليمين اربعة تلاتة الخمسة تسعة ستة خمسة اي اي الشاشة دي بتحتوى على او مزايا كتير جدا عجبتني ابرزهم دعمها الخاصية الستيريو وكمان الدول بي اتموس وكذلك بتدعم الواي فاي والبلوتوست طالما اندرويد الاندرويد بتاعها اندرويد ناين كذلك بتدعم تلات مداخل وكذلك بتدعم الريسيفر داخلي مع مدخل للتلفزيون الارضي وبتدعم مدخل صوت وكذلك بتدعم مدخل بالاضافة لدعمها للمدخل انترنت سلك انت لو معك سلك تقدر توصله في ظهر الشاشة وتستمتع بالانترنت الاسرع من الواي فاي بلا شك لو نتكلم عن وجهة الشاشة او عن الشاشة نفسها ودقتها في شاشة جاية بدقة الفل اتش دي الف تمانين بي وبصراحة انا كنت اطمع ان هي تبقى اعلى من كده حتى لو توكي ولكن ده ما يمنعشي ان الشاشة ممتازة جدا من ناحية الالوان ودقة السطوع ودرجة التباين وكل ده وحتى الشارب بتاعها والالوان اللي بتتعرض لك ودقة المحتوى المعروض ده ما منعش ان هي ممتازة فول اتش دي برضو دقة عالية ولكن لو كانت اعلى من كده خصوصا في سعرها اكيد كان بقى افضل خصوصا انا عايز اوضح لك نقطة هنا ان انا شخصيا كنت عايز ابدأ بدي بس انا نسيت تصنيف الشاشات عندي الاول لالجي اقدر اقول لك ان في وجهة نظري او تصنيف الشخصي افضل شاشاتي اعتمد عليها بعدها اقدر اقول لك توشيبة وسامسونج اللي اتنبي نفسه بعض بشراسة ولو جبت من دي او من دي مش هتندم بعد كده بتكلم بقى في جاك يونيون اير والكلام ده وانا شايف ان جاك دلوقتي بقى لها توكيل معتمد ويونيون اير افضل من جاك يونيون اير كان لها تجربة شخصية معاها وعملت فيديو من سنة تقريبا فعلا الشاشة كان فيها مشاكل وعيوب وعطال والشركة جات استبدلتها بدون جنيه واحد فده تصنيف الشاشات بالنسبة لي بس الافضل ان تخليك من اول وتنتهي بيونيون اير ولو معاكش وعايز تجيب حاجة فممكن جاك زي ما قلت لك الشاشة فول اتش دي حجم الشاشة تلاتة واربعين بوصة او مية وتمانية سنطي بالزبط الشاشة بتدعم البحث الصوتي وكمان فيها مساعد جوجل وكمان بتدعم او جمعنا صح الشاشة فيها داخلي ده يعني كان مقرف شوية بصراحة في تشهيله ولكن هنخليه فيديو لوحده كزلك برضو لصفرة داخلي يحتاج فيديو فانا ان شاء الله قررت ان هعمل في فيديو تاني انا هتكلم معاك المرة ده عن مواصفات الشاشة وعن تصميمها لو انتكلم المرة عن التصميم فالشاشة جاية بيعني بازلس او حواف قليلة جدا وده المميز في الشاشة في فئتها السعرية السمك بتاعها كمان رفيع للغاية هي مش عارفة حاجة ولكن رفيع جدا مقارنة يعني بمنافسيها في نفس الفئة السعرية وزن الشاشة خفيف برضو لو انت تاخد بالك ان هتلاقي الاطار رفيع جدا ولكن الغلطة اللي فصلتني هنا بصراحة او الشيء المستفز ان فيه جزء يعني غير متأفل بشكل كويس تحس ان فيه حتة برزة مش فهم بصراحة وده عيب تصنيع ولا ايه بالزبط ولكن دي حركة مستفزة ما عجبتنيش اطلاقا فانا مش عارف هل ده عيب في التصنيع ولا دي كل لو كنت دست عليها كانت تأفلت ولكن برضو المفروض ان انا اخد الشاشة متأفلها في شكل كامل ده كان بالنسبة لتصميم الشاشة اخر حاجة هتكلم معاك عليها في تصميم الشاشة وهي عدم احتواء الشاشة على اي ازرار مطلقا بساسناء زر البرون والوف هي في ازرار واحد للفتح والقفل اي ازرار تاني في الشاشة مفيش معرفش هل بقى ده يكون عيب لو الرموت ضع منك فانت هتتحكم ازاي في الشاشة عبل ما تجيب تاني بس هي شاشة مفيش اي ازرار مفيش غير الرموت طيب اتنا نتكلم عن الرموت في حب اقولك ان الرموت بيحتوي على بعض المواصفات زي مسلا السورس او المصدر واكيد مفتاح كزلك في اه زر او الخاص بالتسجيل الشيء المعروض على المحتوي بالمناسبة الشاشة فيها بساحة اربعة جيجا طبعا لايه اعتمد عليها بساحة ليلة جدا برضو فيه شيء واضح جدا ومميز زر اليوتيوب وزر النيتفلكس لو دست على زر اليوتيوب هيفتح لك اليوتيوب مباشرة ولو دست على برضو يفتح لك بشكل مباشر ولكن الشاشة هنا بتحتاج يعني انترنت سريع عشان يقدر يديك يعني اداء مردي فدي كانت ابرز مواصفات بالشاشة بكل حاجة تتعلق بشاشة الجديدة نقص بقولك على سعرها وتوفرها في السوق هي بالفعل متوفرة في السوق في الوقت الحالي سعر الشاشة عامل ستلاف جنيه مصري يعني ما يعادل تلتمية وتمانين دولار يعني انا شايف ان سعرها مش قليل وبرضو كتير حبتين فانا شايف ان كان في افضل من كده من شركة تشيبة ان هي تقدم لك الشاشة دي بسعر اهل من كده خصوصا ان في منافسين زي بتقدم لك شاشة تلاتة وعربين بوصة بنفس المواصفات سمارت ولكن بسعر اقل بفرق حوالي الف بنيه تقريبا ويمكن اكتر من الف جنيه ولكن برضو تشيبة بتبيع باسمها بتفكرني بقابل في يعني في جزئية التلفونات فتيجة كل حاجة فيديو النهاردة عن شاشة توشيبة حبيت ان انا اضيف حاجة جديدة ما هي التكنولوجيا مش تلفونات بس يا رجال التكنولوجيا برضو فيها شاشات وفيها حاجات كتير جدا فلو الفيديو عجبك اللايك مهم جدا اشتراك في القناة تفعيل الجرس عشان تشوف بقى فيديو لان فيديو هياخد وقت طويل جدا فاولت عامله الفيديو لوحده وتيجة كل حاجة فيديو النهاردة اتمنى كون الفيديو عجبك وكالها يا شباب نتقابل ان شاء الله فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة